موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم هذا الخبر العجل شدد المتحدث باسم الحارس الثورة الإسلامية على تحذيرات طهران المتكرر المسؤولين لأكراد العراقيين بشأن عدد قواعد للموساط في المنطقة قائلا إذا لم يفعل عراق شيئا لتفكيك هذه القواعد فسترد إيران مرة أخرى على الصهاينة وأفادت وكالة مهر الأنباء أنه قال المتحدث باسم الحارس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف من حقنا الطبيعي تدمير أي قاعدة ينطلق منها أي هجوم يستهدف أمن إيران وهذا خط أحمر بالنسبة لنا وقال أن السفير الإيراني في العراق أعلن عدة مرات أنه حذر أقليم كردستان العراق من وجود نفس مقرات الموساط التي تعرضت للهجوم بالإضافة إلى مقرين آخرين وأضاف المتحدث باسم الحارس الثورة الإسلامية الصهاينة أنفسهم أعلنوا أن طائراتهم المسيرة التي وصلت إلى قاعدة في كرمنشاه قد انطلقت من مقرهم في أربيل وقال شريف إن لم تتخذ السلطات العراقية إجراءات تفكيك القواعد الصهيونية الأخرى في البلاد بينما يتم استهداف أمننا من هذه المنطقة فسنرد بالتأكيد على الصهاينة ترجمة نانسي قنقر